بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معا ال riveted joints ونستكمل أيضا ال failure of riveted joints النوع اللي بعد كده من stresses اللي هو crushing on the plate or rivet crushing ده اللي هو السحق السحق اللي بيحصل ما بين المصمار واللوح sometimes the rivets don't actually share off under the tensile stress في بعض الأحيان ما بيحصلش قص على المصمار but they are crushed بيحصل لها السحق السحق ده طبعا اللي نحن بنسميه crushing stress أو burning stress جهد السحق أو جهد التحميل وده بيحدث لما يكون عندي سطح المصمار بيحمل مع سطح اللي هو سطحين بيضغطوا على بعض due to this the rivet hole becomes of an oval shape النتيجة لكده بيحصل انه الشكل بتاع الثقب أو ال rivet ثقب المصمار بيحصل له ovality بيصبح شكله بيضاوي and hence the rivet becomes loose ومن ثم الوصلة نفسها بتصبح في حركة نسبية ما بين الأجزاء وبعضها فبالتالي بتتضرر الوصلة ده النوع ده اللي نحن بنسميه crushing stress أو bearing stress قيمته بتقدر إزاي؟ ده طبعا sigma c اللي هو permissible crushing stress for the rivet or plate material طبعا T عرفناها قبل كده وال D ال b c هنا هو crushing resistance أو strength بتاع الوصلة نتيجة crushing stress اللي عليها to crush the rivet per pitch length n هنا number of rivets وال a c الarea بتاعة crushing اللي بتحمل crushing stress الarea هنا طبعا هلاحظ هنا ان هو الarea هي الجزء ده بيضغط على الجزء ده لكنه الضغط في المنطقة دي كبير وبيقل تدريجيا الى ان يصل الى الحواف بتاعة القطر فبالتالي الاريا هنا بنقدرها تقريبيا بناخدها البروجيكتد اريا او الاسقاط بتاع الاريا ده هيت اللي هو بيمثل القطر حاصل ضرب قطر الثقب او قطر المصمار في سمك اللوح معه طبعا لو في اكتر من مصمار بيشيل crushing stress بضرب في n اللي هي عدد number of rivets او عدد المسامير ثم بعد كده باخد الاريا التوتال اريا بعد ضرب الان في سيجما سي يطلع لي البي سي النقطة الاخيرة هو حساب كفاءة الوصلة هو مقارنة ما بين وصلة البرشام بالثقوب بالمسامير اللي فيها مع اللوح بدون ثقوب وبدون مسامير طيب السترانس او المتانة بتاعت اللوح بدون اللي هو الان ريفتد او الصولد بليت هي عبارة اللي احنا قلنا عنيها قبل كده ده عندي البليت الكروس سيكشن بتاعه اللي هو العرض او البيتش لو قلنا مثلا ده بي في السمك هنا تي يبقى البي في التي في سيجما تي ده السترانس بتاع الوصلة من دون برشام السترانس بقى بتاع الريفتد جوينس هو الاقل من القيم اللي احنا حددناها قبل كده البيتي والبي اس والبي سي باخد طبعا الاقل منهم في البسط والوصلة من دون برشام في المقام متانة الوصلة وعمل ثم بحدد الايتا او الكفاءة بتاعتي وبالطبع بضربها في مية عشان احصل على النسبة المئوية لكفاءة الوصلة وبكده نكون انتهينا من شابتر سكس ونلقاكم في الدرس القادم ان شاء الله موسيقى موسيقى